اشتركوا في القناة امريكا بالجزائر مرافقة هذا الوفد الذي كان جنوي استفزاز المغرب بهذه الخطوة وحسب وكالة انباء البوليساريو الانفصالية فان الوفد الجزائري لم تكن برفقته سفيرة امريكا بالجزائر ويذكر ان وسائل اعلام جزائرية افادت ان وفدا سياسيا يمثل 12 حزبا جزائريا بالاضافة لسفيرة الولايات المتحدة الامريكية اليزابيت موروبينة توجه لمخيمات تندوفة واضافت ذات المصادر ان الوفد توجه لمخيمات تندوفة حيث سيجري سلسلة من اللقاءات مع مسئولية جبهة البوليساريو بالاضافة لحضور فعاليات ندوة تنظمها جبهة البوليساريو والقيام بجولات ميدانية في عدد من المرافق هذا ويذكر ان الولايات المتحدة الامريكية كانت قد اعترفت رسميا بعد توقيع اتفاق ثلاثية مغربية امريكية اسرائيلية بمغربية الصحراء كما جاهرت بدعمها لمبادرة الحكم ذاتية التي تعتبرها مبادرة جادة وذاتة مصداقية لتسوية الملفة متعاهدة بفتحة قنصرية في مدينة الداخل نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء